اشتركوا في القناة من نبي صلى الله عليه وسلم بالبرهان والحجة ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا وآتاه من الآيات البينات الواضحات ما آمن على مثله البشر وذلك حتى تقوم حجة الله تبارك وتعالى على خلقه فموسى عليه الصلاة والسلام شق البحر لبني إسرائيل بعصاه وعيسى عليه الصلاة والسلام أحيى الموت وشفى المرضى عليه صلوات ربي وسلامه هذا الأمر عندما يفعله الأنبياء أي خوارق العادات أو المعجزات حينما يفعله الأنبياء لا يفعلونه بقدراتهم الشخصية فما يقدر موسى على شق البحر بنفسه وما يقدر عيسى على إحياء الموتى بإذنه إنما يفعلون هذا وفق سنة لله تبارك وتعالى جديدة يبطل بيها السنة المعهودة يعطيهم الله عز وجل القدرة على ذلك فهم يفعلون بأمر الله وبإقدار الله تبارك وتعالى لهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى نبينا عليه الصلاة والسلام لم يكن بدعا عن بقية الأنبياء لذلك آتاه الله تبارك وتعالى الكثير والكثير من المعجزات عد له العلماء ما يربو على ألف معجزة هذه المعجزات منقولة إلينا بعضها في القرآن الكريم وبعضها منقول إلينا بالأحاديث المستفيضة عن رجال صالحين ثقات يرونها جيلا بعد جيل بل يقول العلماء بأن هذه الروايات أوثق بكثير ولا تقارن حتى بما ترويه الأمم الأخرى عن أنبيائها عليه الصلاة والسلام ولولا أن القرآن حدثنا عن هؤلاء الأنبياء وعن معجزاتهم ما كان لنا أن نؤمن بشيء منها لأن معظم أخبارهم لا سند لها ولو كان لها شيء يشبه الإسناد لدرسناه لكن هيهات هيهات من المعجزات العظيمة التي آتاها الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه شق له القمر اجتمع عليه كفار قريش وهم يطلبون معجزة بينة باهرة فما كان منه عليه الصلاة والسلام إلا أن أشار إلى القمر فانفلق إلى فلقتين فلقة قبل الجبل وأخرى دونه فنظروا إليه لكن لأنهم قوم جبلوا على العناد يرفضون الانصياع والإذعان لأمر الله تبارك وتعالى وللآية التي أراهم الله تبارك وتعالى قالوا هذا سحر مستمر رأوا بأم أعينهم آية عظيمة لكن شيطانهم أعطاهم عذرا من خلاله يتهربون من الإيمان بالآية وهي أن يقولوا بأنها من السحر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر مثل هؤلاء لا تغني عنهم النذر لماذا؟ لأنهم قوم معاندون ما زالوا يجتمعون على النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه المعجزات وقد آتاهم الله معجزة فلم يؤمنوا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا هؤلاء إنما يطلبون المعجزة على نوح من التعجيز للإيمان لذلك استحقوا غضب الله تبارك وتعالى من خوارق العادات التي صنعها الله تبارك وتعالى على يدي نبيه عليه الصلاة والسلام أن رجلا من بني عامر أتى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيح فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا أريك آية فقال العامري بلى فنظر إلى نخلة وقال أدع لي ذلك العذق طلب العامري من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحضر له عذقا من نخل فأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم ودعاها يقول فأقبلت تخد الأرض حتى وقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم والرجل ثم أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن ترجع إلى مكانها فرجعت فقال العامري يا آل بني عامر ما رأيت سحرا كاليوم هذا ما أداه كفره وعناده ما رأيت سحرا كاليوم لقد أراه الله الآية التي طلبها المعجزة التي طلبها لكنه لم يذع لها جاء في رواية لابن حبان أنه قال والله لا أكذبك بشيء تقوله يعني بعد الذي رأيت من الآية العظيمة لا أستطيع أن أكذبك لكنه لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم قلوب طبع الله عليها فأصمهم وأعمى أبصارهم يرى الإمام المسلم حدثا آخر حدث ورآه جابر بن عبد الله رضي الله عنه ورواه عنه التابعون ورواه عنه أتباعهم فاستفاض النقل لهذه الرواية يقول سرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا نزلنا واديا أفيح أي واسع فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي حاجته فجئته بإداوة من ماء فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم يبحث عن مكان يقضي فيه حاجته حتى وصل إلى شاطئ الوادي إلى طرف الوادي فرأى شجرة فقال لها إنقادي علي بإذن الله فانقادت إليه كما ينقاد الجمل المخشوش أي الجمل كما ينقاد إلى صاحبه ثم جاء إلى أخرى فقال إنقادي علي بإذن الله فانقادت إليه فجمعهما صلى الله عليه وسلم فاستتر بهما وقضى حاجته ثم قام عليه الصلاة والسلام فعادت الشجرتان كل إلى مكانها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى أصحابه لا ريب أن هذه كانت معجزة معجزة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم خارقة غير معهودة في سنن الله المعتادة عند الناس لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يؤيده بالمعجزات الباهرة أيضا يروي الإمام بن باجة بإسناد صحيح أن جبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد آذاه قومه ووجهه مخضب بالدماء آذوه وضربوه وسبوه إلى غير ذلك من السفاهات التي نالت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأاه كان كثيرا عليه الصلاة والسلام قال له جبريل ما لك فقال فعل بهؤلاء وفعلوا وفعلوا فأراد أن يبين له تأييد الله تبارك وتعالى له فقال له أتحب أن أريك آية قال نعم أرني فنظر إلى شجرة من الوادي فقال أدع تلك الشجرة فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلت تمشي حتى وقفت بين يديه ثم أمرها أن ترجع فرجعت إلى مكانها فقال حسبي عليه الصلاة والسلام أراد الله أن يسكن قلبه وأن يبين له في هذه الآية بأن الله لم يتخلى عنه رغم ما يعانيه من آلام هؤلاء ومن عنتهم ومن عذابهم ومن إهانتهم فالله تبارك وتعالى معه ولا يتخلى عنه نعم أيها الكرام المعجزات باب من أبواب إثبات النبوة وقد آتاها الله للأنبياء وآتاها كذلك حبيبه عليه الصلاة والسلام نسأل الله عز وجل أن يريدنا حوضه وأن يحشرنا معه وإلى لقاء يتجدد بإذن الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته